لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي قدر السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إحبال أقمل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى والعومة بين عقل المساء أعزائي المشاهدين أنا برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقة النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة هيكون الله لا يسمع ولا يرى عند الجهمية وطالما إحنا بنتكلم عن وجه الله زي ما شونا في الحلقة اللي فاتت هنتكلم برضو بشكل سريع النهاردة عن إثبات صفة الأذن ومنها طبعا الأذن ليها علاقة طبعا بالسماء وكمان هنتكلم عن صفة العين وهنبدأ بالأذن في أول حديث في سحيل بخاري كتاب فضاء القرآن باب من لم يتغنى بالقرآن عن أبي هريرة إنه كان يقول قال رسول الله لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن الغريب إن ابن حجر في شرح الحديث بيقول والحاصل أن لفظ أذن بفتحة ثم كسرة في الماضي وكذا في المضارع مشترك بين الإطلاق والاستماع يعني إيه؟ يعني عند ابن حجر مشترك بين الإطلاق الأذن أي السامحة أو الاستماع يعني المعنى هنا بيكون الأذن اللي بيستمع بيها بعدين ابن حجر بينقول القول الكرطبي وإحنا طبعا عرفنا قبل كده أن الكرطبي أشعاري يقول كده وقال الكرطبي أصل الأذن بفتحتين أي المستمع يميل بأذنه إلى جهة من يسمعه يعني الله بيسمع بيميل بأذنه في جهة اللي هيسمعه وبعدين الكرطبي بيعلق ويقول وهذا الكلام في حق الله لا يراد به ظاهره إنما هو على سبيل التوسيع على ما جرى به عرف المخاطب والمراد في حق الله تعالى إكرام القارئ وإجزاء ثوابه لأن ذلك ثمرة الإصغاء وهنا بنلاحظ أن الكرطبي بيذكر أصل كلمة الأذن لغويا وثم بعد كده بيقول لنا إيه؟ ثم يقول أن ذلك لا يراد في حق الله ما صحش نقول كده على ربنا وابن حجر طبعا بين الكلام الكرطبي يعني موافق لي وطبعا ده في تعطيل وتحريف في أكتر من جهة والشيخ ابن باز بيعلق على اللي نقله ابن حجر ويقول كده إيه؟ ولو يجب على كل مسلم الإيمان بهذه الصفة وغيرها من الصفات الله الزاتية والفعلية على ما يليق بأله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل كسائر أسماء وصفاته وطبعا ده اللي وقع فيه ابن حجر وهنشوف تعليق الشيخ البراق على كلام ابن حجر هيقول إيه؟ الشيخ البراق راح قال لنا الأذن في ثلاثة وجوه وأنا عايزة أكون تركزوا معايا في الكلام الجاي لأنه يعني شوية عايز فيها يقول كده الأذن في ثلاثة وجوه منها ما هو حق والقول الثاني منها ما هو باطل والقول الثالث اللي بيقوله لأنه ما هو باطل لأنه صرف للكلام عن ظاهره بغير دليل ومنها اللي هو القول الثالث ما لا يسح الجزم بإثباته ولا نفيه فبيقول الأول هو الاستماع وطبعا الاستماع ده بيعلق على القول الأول اللي هو أن ده في حق الله هو الاستماع يعني هو عايز يقول لنا الله بيسمع الثاني بيقول إيه تفسير الأذن بإكرام القارئ فإنه يتضمن نفي حقيقة الاستماع إلى الله عز وجل وهنا عايز يقول لنا إيه ده طبعا تعليق على ومنها ما هو باطل لأنه صرف للكلام على ظاهره بغير دليل وبعدين بيقول لنا والثالث تفسير الأذن بالإصغاء بالأذن فإن الأذن لم يقم دليل على إثبتها ولا نفيها فيجب الإمساك عن إضافتها إلى الله تعالى نافيا وإثباتا وهنا يعني عايز يقول إيه في الآخر بيقول إن أهل السنة لا بينفوها ولا بيثبتوها وده اللي هو بيقول ومنها لا يصح الجزم بإثباته أو نفيه يعني بينفوش صفة الأذن ولا بينفوها ما عندهمش دليل لا ينفي ولا يثبت ويكمل البراق ويقول كده واقتصار الكرطبي والحافظ طبعا له يعني الحافظ طبعا موافع على كلام الكرطبي على ذكر الثاني والثالث مع الجزم بإثبات الثاني ونفي الثالث اللي هو طبعا إنه بينفو إن الله لأذن بيقول كده غلط ظاهر وهنا طبعا يعني بيقول لنا الشيخ البراق إن ابن حجر والكرطبي ذكروا معناين فقط إيه المعناين اللي هما ذكرهم هو التاني اللي بيتضمن نفي حقيقة الاستماع إن الله ما بيسمعش حقيقة الاستماع إلى الله عز وجل والثالث اللي فيه نفو إن لله أذن ويكمل البراق ويقول إيه ولعل الحامل لهم على ذلك نفيهما للصفات الفعلية كما هو مذهب الأشاعرة فإن الاستماع وفي معناه الأذن من الصفات الفعلية يبقى هو بيقول ده مذهب من الأشاعرة وبيعلق على كلام ابن حجر يعني اتهام صريح لابن حجر إنه هو أشعري وكمان نلاحظ البراق بيقول إيه خلينا نشوف كمان ولعل الحامل لهم على ذلك نفيهما للصفات الفعلية كما هو مذهب الأشاعرة وحقيقة الأمر هذا في الأصل هو طبعا البراق هو بيقول ده مذهب الأشعرة لكن لأ حقيقة الأمر في الأصل ده مذهب الجهمية وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي في موساط الفرق في الدرار السنية هنشوف مع بعض المرجع يقول كده هنشوف إن الناس كانت منقسمة على القسمين وهنعرف مع بعض أهل السنة كانوا بيثبتوا لله كل صفات بدون تفرق بين الصفات الذاتية أو الفعلية وبدون كمان إنهما يقولوا صفات ذاتية وصفات فاعلة متعلقة بالقدرة أو المشيئة وبعدين جات قول بعد كده يقول إنه هو قول الجهمية والمعتزل الذين ينفون جميع الصفات دون تفريق يعني الجهمية بينفوا جميع الصفات الذاتية والفعلية لما جاء الأشعرة أثبتوا بعض الصفات الذات وبعدين قاموا بتأويل بعضها أما الصفات الفعلية راحوا نفوها بالكامل يبقى كانوا إيه من قسمين على قسمين يبقى ابن حجر إيه في الآخر اللي إحنا عايزين نقوله إن ابن حجر جاهمي في نفيه صفة الاستماع لإنها صفة إيه؟ لإنها صفة فعلية الله بيفعلها يعني وزي ما تكلمنا عن الأذن هنتكلم بشكل سريع كمان عن صفة العين وهنشوف عقيدة ابن حجر في صفة العين أول مرجع هنروح ليه سهيل بخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى والتصنع على عيني مسألة باب قول الله تعالى والتصنع على عيني تغزى وقوله عز وذكره تجري بأعيننا يقول كده عن عبد الله قال زكرة زكرة الدجال عند النبي فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وأن المسيح الدجال أعور العين اليومنا وكأنه عينه عينة باطفية وطبعا في الحقيقة ابن حجر قال حاجات كتير في الشرح الحديث ده وعشان نعلق على أكتر من حاجة هنبدأ في أول تعليق اللي ابن حجر هنشوف وهو بيشرح عنوان الباب والتصنع على عيني يقول كده وقوله وقوله تعالى والتجري بأعيننا أي بال منها وبعدين هنا بيقول كده كان المفهود ابن حجر يعمل إيه كان المفهود يقول ابن حجر في شرحه يقول بمرقاية يعني تحت عيني يعني تحت نظري لكن بيشوف إنه أولها وقال كده بعلمنا ونفى صفة العين وبعدين في شرحه وهو بيقول والتصنع على عيني أي بحفظي وبرضه أول العين بالحفظ يعني أول العين بالحفظ طيب ابن حجر أنت بتأول كمان العين مطلقا يعني أي كلمة عين هنلاقيها بيأولها مطلقا وقوله هو لتصنع على عيني أي بحفظي ورح قال كده إيه وتستعار العين لمعاني كثيرة أخرى أو لمعاني أخرى كثيرة تستعار العين يعني إنها مجاز ومش على الحقيقة وده طبعا تعطي الواضح هنروح لكتاب تاني كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار وبيقول كده وأنكر ذلك المعطلة من الجحمية ومن تبعهم وزعموا أن المراد بالعين في الآيات إما العلم كما قال بذلك القاضي عبدالجبار أو الحفظ والرعاية كما هو قول الجويني في الإرشاد فردوا هذه الصفة وعطلوا صفات الله عز وجل وابن حجر طبعا أول العين بالعلم والحفظ كمان زي ما احنا شفنا من شوية وكمان ده احنا بنأكد إن هو قول إيه أو بذهب الجهمية وقوله والتصنع على عيني أي بحفظي وقال كده تستعار العين لمعاني أخرى كثيرة تستعار العين لمعاني أخرى كثيرة يعني العين تستعار مجازا يعني مقتدأ لغوي خلينا نروح لكتاب الأعتقاد في تعطيل الصفات بذهب الجهمية بيقول كده وإن تأويلها على مقتدأ اللغة وعلى المجاز فهو جهمي وطبعا أنا بأكد لك تاني إن هو قال تستعار العين لمعاني كثيرة وفي نفس الحديث بيقول لنا ابن حجر قول ابن المنير وطبعا قول ابن المنير يعني هو موافق عليه ابن حجر قال ابن المنير قال ابن المنير وكهل استدلالات على إثبات العين لله تعالى وهو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم لا على المعنى إثبات الجارحة وطبعا معنى قول ابن المنير إن العين ليست صفة ثابتة لالله وإن هي بس على سبيل الاستعارة لغوية يعني مجاز طبعا الشيخ البراق هيقول يعني بيأكده بيقول إيه أما قوله هو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم ليه على معنى إثبات الجارحة فمعناه نفي حقيقة العين عن الله تعالى وبعد كده بيقول لنا كده الشيخ البراق في نفي حقيقة العين إن ده قول الجهمية يعني فعلا البراق فعلا بيقول إن اللي بين في العين ده قول الجهمية وده كمان أكدوا وإن ده بسحب المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وقفقهم طبعا من الأشعارة خلينا نلخص الحلقة بتاعت النهاردة ابن حجر جهمي نفي صفة الاستماع لأنها صفة فعلية وبيقول إن في العين قول الجهمية وأنا عايزاكم تتابعوني الحلقة الجاية عشان نشوف عقيدة ابن حجر وهو بينفي صفات أخرى كتيرة وبأكد لكم إزاي أن انتوا بتاخدوا أهم شرح يعني شرح أهم كتاب بعد الكرآن وهو البخاري من واحد جهمي بينفي عن الله إنه بيسمع وإنه بيرى طبعا وهي الحلقة الجاية ألتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقمل بعقل وإذا أرد بعقل وإذا أذكر بعقل يبقى الدين يبقى والعومة بينها وكل المسا